موسيقى الموسم اللي هو بعد ما خدنا الدورة على طول اللي حصل فيه معركة المجيدة بتاعك بتاعنا العظيم اللي هو عبر القناة كان فيه المباراة دي الوحيدة يمكن اليوم ده كان فيه كل الماتشات قبلها بيوم واحنا الماتش الوحيد اللي كان في اليوم ده وبتلعب الطيران وبعدين كل جمهور المحلة ما كانش بيسيبنا بعد الدور العام ما كانش بيسيبنا كان بيجي معنا برضو ماصر يجي معنا اي ماتشات في اي حاجة اخرى اللي ما كانش بيسيبنا فاحنا فجئنا بين الشوطين واحنا نزلين نلعب الشوط التاني لان جمهور المحلة قاعدوا طيران طيران احنا بنبصوا لهم طب يعني ده انتم المفروض يعني بتشجعون فطبعا احنا فهمنا الناس فهمونا يعني ان الطيران بتاعنا عبر ودخلنا الحمد لله عسينا وربنا اكرمنا بماصر كبير جدا نسينا الماتش حتى عدلنا في الماتش ده احنا طبعا كنا الشوط التاني مشوشين لان احنا يعني طبعا المصر احلى من اي فوز ولا لك اي حاجة ده بلد يعني فالحمد لله يعني كانت العلاقة جميلة جدا المحلة والاهل والاسماعيل والزمالك ولينا اللعبة اللي كانت في الفلندية التانية وكانت تجمعكوا علاقة حب كبيرة بينكم ومن بعض اسما فيه كان الميزة في الاجيال ديت ان تلاقي كل نادي فيه على الاقل نجم واحد على الاقل انت اذا كانتش فيه خمسة ستة نجوم يعني جميع فرق مصر لازم كان فيها نجوم في الاجيال دي يعني طبعا النادي الاهلي طبعا ما فيش شك يعني كان الخطيب من الناس اللي لها محبة يعني هو اللي هو معزة عندي في قلب يعني هو عارف كده كواس يعني وفيه مصطفى عبد وكان فيه إكرامي ومختار وحسن حمدي ومصطفى يونس وماهر همام وعحمد عبد الباقي وفتح مبروك الحقيقة كل الجيل ده هوت يعني من الناس اللي الآن يعني ممكن فيه تواصل وفيه كلام اه يعني اجيال ومحمد عامر وحاجات الاجيال دي كلها اللي حيات من الاجيال كمان كانت حاجة جميلة يعني كان فيه في الزمالك برضو وكان فيه حسن شحاط أو طه بصر وفاروق جعفر وكان غنم سلطان وكان محمود سعد وكان الخواجة وكان حمامة اللي كان في البلاستك وراح الزمالك الحقيقة اجيال ممكن نوعب برضو يعني خايف أنسى حد يعني والإسماعيل طبعا حدس ولا حركة طب قلنا بقى المواقف الحلوة يعني وحاجاتك بتقول الأسماء والنجوم الكبار دول أكيدوا انتم في متخب مصر وبتتقابلوا فيه مواقف حلوة دايما بتجمعكم بعض خاصة ان الروح دايما جميلة وحلوة كابتن عمبي طبعا طبعا قلنا كده الكوانيس الحلوة لا هو فيه حاجة يمكن هنا كانت في المحلة أكتر يمكن الماتش كابتن معده والله يرحمه ماتش الطوبة من ده الحاجات اللي هي برضو ما تتنسيش يعني ان احنا رايحين الزمالك والماتش ده هو احنا يعني ما نخسارش لان احنا هناخد اول دوري لو حتى تعادلنا فلان دي السنة اللي هي التانية بعد بخدنا بطولة الدوري الدوري اللي هي اول موسم بقية لعب كان عملوه مجموعتين يعني احنا كنا على راس مجموعة احنا والزمالك اول زمالك على راس مجموعة واحنا وبعدين الاهل والاسماعيلي فاخر ماتش كنت ترى يعني كان المدرب يعني انا يا عبرحين خليل حد فينا يلعب فالمدرب كده اول ما طلعنا من المحلة قال ايه شوف ايه عمر لا لا اعدا مش هيدينه في الماتش النهاردة هو العبرحين خليل ود راجل هو اللي يلعب النهاردة ومشينا روحنا قوسنا تغدينا ومش عارف ايه طلعنا في التوبيس تاني قال لا انا عاول حاجة غير تاني اه ام غير رأيه تاني قال لا عمر عبدالله لا ما حدش مقدرش قاعد عمر عبدالله لا عبرحين خليل يميله شوية يعاني اه 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 اول ما روحنا بقى ايه قبل هندخل الاسناد اه انا قاعد التشكيل تاني لا 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 عمر عبدالله لا ده عامل هيبقى زي البنات ودول الزمال الجاندين ومش هينفع يعاني وطول هو مش في الطريق عمالي غير كل شيء اه 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 احنا قاعدين اه اه الكلام ده بتقلنا اه اه لا العبرحين خليل دواد راجل وهينزي يكسر الدنيا عبرحين يعمل حسابك اه 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 ونزلنا واحنا في المحاضرة هو بيقول الفرقة تشكيل قال عمر عبدالله اه عبرحين خليل بقى طبعا اه زعل يعني هو يعني هو عشر مورد التالي ده بطريق اه اه خينا قضت اللبس ان انا اللي برا هو عبرحين اللي هيا يبتدي اه فلما قال التشكيلة طبعا اه حصل كده لكن بعد الماتش بقى قال عبرحين غليل أه لا لا عبرحين خ summertime اما جبت انا enfin本 Nicolas والحاجات دول الحمد لله العرب يا اه لا 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 اه امر عبدالله محد Billie اه فكان فيه منافسة الحقيقة وكان في حاجات المدرمين كان بتوع زمان... كما ملي كان ده مخفيف في جيل كموا كابت FA فيه كان عشا عبدالدام وعبدالسطار وعبدالرحيم خليل وكابتن سياجي ملي كان دمه خفيف في الجيل ده وكان عندنا البشلاوي الحقيقة كان حارس مرمة وكان دمه خفيف جدا من الناس اللي كان لجوانه كان لجوانه كويسي قوي يعني كان البشلاوي والسعيد برضه الله أرحمه كان برضه الحقيقة كان جيل كله يعني من النادر ان انت قدر تجمع المجموعة دي وكلهم من المحلة مفيش حد خارج المحلة خلاص انت ما عملت معسكر هنا ما كانش حد يقول لك اروح بيتنا لا اكتر ما عادتوا في بيوتك بس ما قلتش برضو المواقف الحلوة اللي كانت بتجمع الكابتن عمر عبدالله مع العيمة النادي الاهلي هو طبعا الحقيقة ان ما فيش شك الكابتن خطيب كان من الناس اللي هي برضو كبتانة قريب منها جدا كنا كان في اي معسكر منتخب مصر اي معسكر منتخب مصر يعني كنا معسكر منتخب مدينة مصر اه كان من قرنة بيته يعني اه فكان اه كان يجي يجي لي نخرج مع بعض اه اخر النهار لو اه كان يجي اه اه اكل للي كل اللي عايز يجي اكل يا جماعة اللي عايب كلها في المعسكر انت عارف المعسكر كان هناك الاكل كان ضعيف شوي يعني اه فطبعا اه لا الخطيب مش حب عادي يعني الناس كلها بتحبوا يعني وانت حقاك من الناس اللي مختار مع برضو كابتن عمر ربنا خليك اسم برضو من البطولات اللي للكابتن عمر عبدالله ما ينسهاش بطولة افريق 74 والوصول للمبرأة النهائية بحكي لنا بقى البطولة الافريقية دي خاصة ان انجاز تاريخي لفريق غز المحلة والجيل اللي حق بطولة الدوري دينو 70 داتا و70 هو نفس الجيل اللي وصل لنهاية بطولة افريق 74 ويعني كان قريب ان ياخد البطول هو الحقيقة ان احنا البطولة ديت مش مش لعبنا سنة واحدة احنا لعبنا سنتين و75 اه يعني هو اعتبر تلاتة وسبعين واربعة وسبعين اه وصلنا قبل النهائي في السنة التانية يعني لعبنا بالزبط اربعتاشر مباراة في بطولة افريقيا يعني من فضل الله ان انا لعبت الاربعتاشر مباراة كاملة كاملة يااااااااااااا الحمدللهliśmyните هوا اللعب الوحيد في جيل غز المحلة لعب كل الماتشهات لا ماتشهات بطولة افريق اه اللي اربعة في Monate 12 سنتين اللي هو ربعة بالنسبة للسنة الاولى كنا لعبنا كان اول ماتش عندنا الهلال ooh كان هنا اول ماتش الهلال السوداني في المحلة Re단ي اعم وفوزنا اربعة واحد اعم وروحنا هناك الحقيقة طبعا انت جزب Standardare 41 اه بس قبل ما روح للمباراة الثانية aim شكل قبل ما اروح للمباراة التانية بتاع تلال السودان المباراة الولاي ده اكسبتوها هنا ما هي؟ شكل الملعب بيكون عامل ازاي؟ لا لا شكل الجمهور والاستعداد والبلد كلها هنا بتبقى عاملة ازاي؟ هنا بالظبط انت عشان تيجي تدخل الملعب ده ايوه؟ لازم اقصى حاجة معا الساعة 11 يعني بعد 11 استحالة بقى المباراة 3 يعني قبل المباراة 4-5 ساعة؟ استحالة تعرف تدخل مفيش مكان لوحد يوقف فيه ده كل ماتشاتنا كده بس خاصة الماتشات الابريقية يعني يمكننا ما شفتش ماتشات ابريقية كتير يعني اللي هي تسجلت لنا معناها كان كلها مزاعة يعني بس ما عرفش بدأة موجودة فين دي فاحنا اول ماتش احنا كسبنا هنا الهلال الاربعة وانا جبت الجون الرابع وعماشا تقريبا جاب تلاتة فاحنا رايحين بقى الماتش اللي هناك في السودان تغسبنا الاربعة واحد اعتبر مكسب مريح يعني لأ وربنا ادك كمان ايه ان انت بداية الشوز التاني بعد عشر جيبت جون طبعا المدرب قال لك ده مش ممكن يا سيد الهلال مش ممكن يجيبه خمسة كان مدرب الجنبي كان اسمه ايفان بغلبت اربعة واحد جي فينا اربعة تجوان والخامس كده يا دوب ربنا ساطرها جات من جب العرض لابتوا ضربات جزاء ضربنا ضربات جزاء والحمد لله ربنا اكرمنا في ضربات الجزاء كان البشراء واللي واقف الحياة صد كل ضربات الجزاء يعني وربنا اكرمنا لكن دي يعني دي حاجة برضو درس طبعا اول مرة في افريقيا طبعا مش ان انت كسبين هنا اربعة واحد معنى كده ان انت خلاص ضمانت الماتش يعني ده ربنا قال لك اخو الجوول كمان اهو بقت خمسة طب ايه يعني حافظ بقى فدي برضو دروس احنا المفروض احنا بنتعلمناها والاجيال البعدنا طبعا انا كنت تعلمتها يعني تانية كانت اابلويا الكيني بطل كينيا اه احنا كسبناهم هنا ثلاثة صفر امم كل منشات بريقيا فيها العجب يعني احنا كسبناهم هنا ثلاثة صفر والقناهم هنا عند قط اللبس هنا وهنا طالعين من الماتش قاعدين بيحضونوا بعض ويبوصوا بعض اللي هما الفيدي احنا كسبينها ثلاثة يعني ثلاثة بالنسبة لي هما يكسبونها اناك بقى خمسة ستة يعني لانهم احنا من من يعني احنا طالبين كسبين وفرحانين لما شتنا المنظر ده يمكن الفرحة قلت شوية اه عمللا احنا اقش اخباته درس من مباراته للسودان اه احنا ثلاثة صفر طب هتيكسب كم فطبعا بس روحنا هناك الحمد elles والا قط بنالتي دقائق. اه. اه. عماشا جاب جول وكانت عبان طلع. اه. وفجئنا في الماتشي شغال. اه. ان الحامل الرايا بيعمل كده الحاكم الحاكم راح له. اه. بقول له في ايه بيكعدوا. كان لهم مع بعض اينا توت بنالتي. وكرة اصلا احنا هجم للا احنا. اول الله ايكتلنا نصف نالعد. اه. كان يعملوا اللي هم عايزين لهم. اه طبعا. ما فيش حاجة. ما فيش حاجة في الزائع والدنيا. زائد المهدلة بتاع الصفر احنا مهدلة اه. اه. كان اقول لك. الماتشي الاخير اه شوفنا حاجات يعني تعبنا جان. اه. فالمهم الحمدلله جابوا جوجولي التعادل وطلعنا الماتشي واحد واحد يعني. اه. وصلنا بقى للدور قابل النهائي. سنبا تنزيل. اه. هناك برضو سنبا من الناس اللي هم بيعتمدهم في 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 على السحر. اه. يعني تلاقي احنا واقفين اه السلامة الجمهوري بتاعنا بيتعزف. اه. واللي ماسك سحلفة واللي ماسك ديت. العادات اللي هم لا كده علينا واللي واحنا خايفين. اه. كان طريق سياجي جنب لقيت وريج ريب تترعش كده. اه. طولوا ما تخافش. اه. فالمهم احنا اه. احنا الماتشي في اخر ثانية في الماتش. اه. جابوا فينا جول. اه. اه. وصلنا واحد سفر. اه. فجينا بقى الماتشي اللي هنا كان التاني هنا في المحلة. اه. اه. كان برضو موضوع السحر والحاجات ده وحطين حاجات في الجول. اه. ونزل لوحد من جمهوري المحلة. اه. اه. شالها من الجول. اه. وكسبت وعديت وروحت المباراة النهائية. المباراة النهائية. ايه اللي حصل بقى يعني خاصة يعز المحلة. انت الجيل دا كان قريب ان يحالي والطورة فرقائية. جدا جدا. اه. يعني هو المباراة النهائية انت النهاردة عشان نروح الخنغو اه. احنا خدنا بالزبط اربع يعني كان فيه طيران انه هو وصلك في خمس ساعات. اه. الخمس ساعات دول الضعف التمن التسكرة بيبقى الضعف. اه. فعنى احنا انت كشركة برضو يعني بتحوى توفر. ليك ميزانية معينة تدر شغالية. بس تباهدين على ما روحنا الكلغو يعني كنا بباد في كل بلد يوم. اه. والأم ما كانش على عارفين نتمرن ولا عارفين ننام ولا عارفين ناكل ولا اي حاجة وانت تلعب مبارنة ايه. خصورته كم هناك? خصورة هناك اه. ثلاثة واحدة واربعة واحدة? اربعة اتنين. اربعة اتنين. اربعة اتنين. يعني انت برضو برغم من التحكيمة عايز اقول لها تلد اربعة جوان فيهم جون بنالتي وجون فاول من جوة támantاشرة. والجوان كلها الحقيقة من الصعب جدا انه هي لو فيه حكام كويسة يعني صعب الجوان. وانت جايب جلين يعني انت بجاء بجنين. فا انت عايز في المحلة هنا ده انت عايز جلين. انت اصلا جايبهم هناك. مش محتاج حاجة يعني. واحنا هنا المحلة نختلف عن بره كتير يعني. واصلتوا الس أفريقيا ولعبتها بس خرجته من دور اللي قبل من دور قبل اللي قبل اللي برضو سيبنا هنا تلاتة واحد وخصرنا في الماتش اللي هو كان في نيجيريا الرينجارز النيجيري خصرنا تلاتة كابتن عمر عبدالله يعني هو شاهد على العصر التاريخي والعصر الذهب الغزل المحلة يعني ممكن تقول ايه رسالة او نصيحة للجيل اللي بلعب بالوقت باسم غزل المحلة خاصة غزل المحلة ده اسم كبير اسم كبير جدا في عالم كرة القاتل وانت قلتها يعني غزل المحلة اسم كبير والحقيقة يمكن الجيل اللي كان بعدنا الحقيقة برضو جيل شوق وحسامه المجموعة دي عمل حاجات كويسة الجيل بتاع النهاردة اللي موجود حاليا من الأجالي الكويسة جدا جدا اللي جات في تاريخ المحلة يعني الجيل كويس وعندهم في مجموعة لعيبة كويسة ولعيبة يعني جعانة كورة عايزة تلعب كورة فالنهاردة هم ان شاء الله يعني بتوفيق من ربيع ان شاء الله ممكن يوصلوا للمكانة أحسن ولكن يعني احنا السنة دي ان شاء الله نتمنى ان احنا نبقى كده في المكانة دي في النص الجدول بإذن الله شتانة جاية أعتقد ان الأمور ممكن ان شاء الله كمان تتحسن عن كده ويبقى فيه ددعيم أكتر من كده بحيث ان احنا ان شاء الله ندخل في الأربعة الأوائل بيس دي يعني ان شاء الله جيل ده قادر ان هو يرجع لأنجاد تاني تاتغز المحل عندهم حاجات كويسة وجيل كويس والحقيقة خالد عيد عامل معهم شغل كويس وبيوظفهم كويس وان شاء الله يبقوا كويسين دخل بقى كفتن عمر وقت ما كنت بارعب في الأهلي يعني كنا بنعمل ألف حساب لفرقة غز المحلة وإحنا بنلاعب في الملعب ده وكمان وجمهور المحلة موجود طبعاً فالنهار ده لما كنا بنجي نكسب هنا وناخد التهيطة بقونت يعني ده إنجاز طبعاً من فريق غز المحلة فريق كبير وأحلى أهدافي مع النادي الأهلي ضد الغز المحلة جبته في المرمى ده مبارد نكسبناها أربعة اتنين من أحلى الهداف اللي أنا أحرستها في مشواري مع النادي الأهلي كابتن عمر عبدالله تاريخ كبير مع منتخب مصر زي ما هو تاريخ كبير مع غزل المحلة برضو مع منتخب مصر كان أول مشاركة لحضرتك مع منتخب مصر؟ أنا أول بلعبت منتخب مصر كان الحقيقة كان فيه منتخب تحت 23 سنة اللي هو اعتبره كان هما كلهم اللعب وأجيال بتاعتي كلها اللعبة كده فكان عندنا في تونس اللي إحنا هنلعب في تونس كان زي بطولة أمم كده برضو اللي فيها جميع الفرق والحاجات دي وروحنا دكت أول مشاركة ليا خارج مصر مع منتخب مصر أول بقى مشاركة ليا أنا بقى مع الفريق الأول رسمي كانت مباراة ضد الصومان كانت في التصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب في نيجيريا في ليجوس يعني كانت ليجوس من الحاجات الجميلة اللي في حياتي إن أنا يعني ألعب مع ناس كنت طبعا إن كنت بتمنى إن أنا أشوفهم يعني أما ألاقي خط هجوم منتخب مصر كان سيد عد الريازق على بوجريشة نجوم الإسماعيلي نجوم الإسماعيلي طبعا وبعدين المرحوم الكابتن شازلي وأنا كنت بلعب لأن الكابتن جيند الله يرحمه هو اللي كان جايبني من المحلة كنت بلعب بونجرايت بس هو أول واحد لعبني وانجليفني من ناخب مصر كان الكابتن جيند وكان ورانا كان برضو يمكن كان فيه لعب في نادي الآية يمكن ملعبش للفترة دي بس أكيد ممكن تكون سمعت عنه كان سامير حسن كان هو الدكتور سامير حسن يعني كان سامير طبعا كان هو وفاروق جعفر ورافة مكي كان برضو أول مرة إحنا يعني فاروق يمكن كان لعب قبل بشوية وكان خط الظهر كان موجود حسن مختار وكان استياجي وكان بكر بتاع الاتحاد السكندري وحسن درويش الله يرحمه الإسماعيلي كاس فلسطين حققته وهاني هاني مصطفى برضو كان لعب معه صح كابتن هاني كاس فلسطين حققتوها بعد ما فوزتوا على العراف المورا النهائي دي 75 في تونس 95 في تونس كان فيه بطول قبلها كاس فلسطين قبلها بسنتين أنا ما رحتش معهم كانت في العراق مصري خدت فدي برضو الحقيقة الكاس ده هو يعني ياريتي يتلعب تاني الكاس ده بيضم اللي يعتبر زي أفرق أسياوي يعني الدول الأفريقية العالية جدا والدول الأسوية عالية جدا بطولة قوية طبعا جدا يعني ما يبقى الجزائر والمغرب وليبيا وتونس فدول أربع من أقوى ومصر معاه ومعاه كمان في أسيا كان فيه السعودية والعراق وسوريا وفلسطين فطبعا كانت بطولة قوية جدا وإحنا عشان تاخدها من إعلاء العراق كانت أيامها حاجة يعني كسبنا السودان قبل النهاية 3-1 وفي النهاية كسبنا العراق 1-0 طبعا أنا عايزين نرجع نسترجع بقى الزكريات أكتر يا كابتن عمر شاف فيه مجموعة صور جميلة مع حضرتك برضو يعني تفكرنا قصة كل صورة وحكاية كل صورة شكرا